السلام عليكم يا رب ما تكونوا بخير هنتكلم النهاردة عن ايه هو السيسكو ايس ايه هو السيسكو ايس ايه هي السيسكو ايس فانكشن طيب السيسكو ايس باختصار هو اختصار ليه ايدنتي سيرفيس انجين طيب فالسيسكو ايس نقدر اللي احنا من خلاله نعمل حاجة اسمها الايدنتي بيز نيترك اكس كنترول وهي انك ناس قديمة شوية عرفة ايه نكسيلوشن والنكسيلوشن ده هو نيترك اكس كنترول كان بيبتدي اللوية كنترول اي حد هيكسز النيترك التاعتنا ونرضى من خلاله كمان اللي احنا نعمل بوليسي انفورسمانت يعني نطبق على اليوزر اللي هيخش ايا كان هو ايه بناء على شوية او براميطر هنكتلي اللي احنا نطبق عليه وكمان اللي احنا نقدر اللي احنا نعمل عليه او ديفيس اد من استريشن طيب التالي السيسكو ايس هو مش بس ناكسي لوشن او مش بس لا خلينا نقول كده اللي هو تلاتة في واحد او يقدر يعمل التلاتة التلاتة مهام او وظائف دول طيب السيسكو ايس يا جماعة هو حرفيا بيبقى واقف كده في النص تمام ويبقى لي رجل في كل مكان في الشبكة بتاعتك فليه رجل في الوايرد دي رجل في الوايرلس دي رجل في البي بي ان تمام فلازم يكون مربوط بكل الدفايس بتاعتك سواء الوايرد او الوايرلس او البي بي ان ليه الكلام ده معنا بكل بساطة انا لو عندي هنا سويتش مثلا وعندي هنا مثلا وليكن ده الانترنت وعندي في الناحية دي كده دي هنا السويتشات بتاعتي وهيجي لي هنا جهاز والجهاز ده جاي خش تمام? فبالتالي لازم يكون شايفه. تمام? طيب ممكن اليوزر يجيلي من تاني. ممكن يجيلي من تمام? فبالتالي لازم يكون شايفه او لازم يكون واصل بأجهزة. ممكن كمان يجيلي. تمام? فلازم يكون واصل بالاجهزة اللي بدخلك تمام. ليه لازم يكون اواصل بكلام ده كله? عشان يبتدي اللي هو يعقل عليك كنترول ونت totalmente كنترول اللي هو انت هتكلم من وهتعمل ايه بالزبط والله ده انا هعمل لك سجما انت هحطك في لان كزا او كزا او حاجة ما شابه يعني. فانا بالتالي لازم يكون شايف الاماكن اللي انت هتخشي لي منها. تمام? عشان اه او الطيب بتاع الاماكن هتخشي لي منها عشان ابتدي اللي انا اطبق عليك الكنترول بتاعي. طب هو انا بعرفك منين او بشوفك منين او الكلام بها. وهنا بتيجي ضغل الفيزابلتي والايز بيبقى ليه الفيزابلتي على كل حاجة في النتوك بتاعتك. بيعمل الفيزابلتي دي ازاي? عن طريق حاجة اسمها السنسور او البروبس. والسنسور او البروبس دي هي عبارة لو ده الايس. الايس بيبقى عنده هنا مجسات. مجسات زي مسلا الدي اتش سي بي او الان ماب او مسلا النيت فلو. فبالتالي بيبتدي يشغل بروتقالات دي عن مجسات بتاعته ويبتدي اللي هو يجين شوية او شوية معلومات عن اليوزر اللي هيخش. وبالتالي المعلومات دي يبتدي اللي هو يطبق بيها البوليس بتاعته او يطبق بي حاجة سماع زي البوتشار وهكذا. فببتدي اللي هو يصنف الجهاز ده ويدي له تصنيف. طيب. اه. ويجي بعدها ضور البوتشار او الكمبلائنس. والكمبلائنس هنا هو بيبتدي اللي هو يطبق عليك بعد الر Ryuation. وليكن مثلا الجهاز اللي يخلي ده لازم يكون واحد تمام? هو باتش بتاعه تمام يعني عامل لازم يكون مثلا اه قافل اليو اس بي تمام طب ما دونه ذلك لا مش هديله اكسس على النتوك بتاعتي تمام فبكل بساطة السيسكو ايس اه ادمينستريتور يقدر اللي هو يجمع ريال تايم داتا للنتوك بتاعته عن انكلودنج اليوزر والجروب فبالتالي اللي هو هو مين اللي هيخش علي انت انت اليوزر بتاعك اسمه ايه انت في جروب ولا لأ تمام طيب وانت داخل علي برضك لازم اعرف تايم طيب تمام اعرف الحاجات دي كلها عن طريقة السhimسو تمام فانت داخل علي منين هل انت داخل علي بومبايل ولا انت ب Hejiter ولا انت تليفون ولا انت لابتوب ولا انت جهاز تمام امتى هتخش علي الوقت اللي انت دخلت به علي الساعة كام الاكسس لوكيشن داخل علي منين الاكسس طيب داخل علي ووائرد ولا داخل علي ووائرلس ولا داخل علي concern ان. تمام? فدي بنسميها هاو. تمام? فآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ طب حاجة بنسميها البرتنر ايكو سيستم زي مثلا السيم سلوشن زي اه او اي فايروول اه فوابي برابط باجهزة سيسكو اي جهاز اه يعني الحاجات اللي هي السيكيرتي الخاصة بسيسكو او او اي سيكيرتي تاني زي مثلا سيسكو ستيل سويتش وبتدي اللي هو ياخد منها شوية معلومات عشان يبتدي مثلا لو يطبق وليكن مثلا انا عندي هنا مثلا مثلا خلينا نضب مثال عندي هنا فورتي جيت وفورتي جيت هنا مثلا اه فايجي مثلا الايس يسأله يقول له والله هل انت عندك معلومات عن الايبيد لاسمه خمسة 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 تمام يقول له اه دا مسلا حاول يخش عليها وانا عطيته بلوك تمام فيبتدي الايس يطبق على نفس البوليسي اللي مطبقة هنا دي بتتبق عن طريقة حاجة اسمها وفي اكس دي برسونة لوحده هنتكلم عليها تمام ولعينص الايس لوحده هنتكلم عليها دي بتبقى حاجة تابعة اسمها البرتنار ايكو سيستمز. طيب. آآ فالايس آآ ازا هو بيستخدم آآ مجموعة من الميكانيزم الميكانيزم دي بنسميها بروبس والبروبس دي عبارة عن صوفت وي هو بيديزاين عشان يكوليكت الداتا آآ فالايس يقدر يكوليكت الداتا دي آآ من خلال نوتروك بتاعتك عن طريق الديش سي بي او النيتفلو او الاسن بي. آآ وطبعا حاجات تانية. فبالتالي يقدر اللي هو يعرف آآ انت مين وانت داخل منين او الوقت اللي داخلت فيه وداخل ازاي وهكزا. تمام ويقدر كمان اللي هو يكوليكت الداتا عن طريق الاكتف دايوركتري والالي دا. طب عشان برضك يعني ما نكونش يعني البروبس دي احنا ممكن نبص عليها كياه سريعا. آآ انا عندي هنا لابس. آآ لو جينا هنا على. اوكي لو جينا هنا على دي بلويمنت. بلويمنت. ودخلنا هنا كده على اي نود مسلا. هنلاقي هنا حاجة اسمها بروفايلين كونفيجريشن. هنلاقي هنا البروبس. تمام انت اللي بتفعلها. فانا افعل مسلا هو يشتغل بالنيتفلو. طب يشتغل على هنا انترفيس. احدده الانترفيس بورتكام وهكزا تي اشي بي على هنا انترفيس وهكزا. آآ اتش تي بي ريديس آآ انماب دين اس آآ آآ اس البروبس دي احنا بيبتدي نفعلها عشان يبتدي اللي هو يجين آآ ياخد آآ المعلومات من الاجهزة اللي بتصل منه فيعرف آآ كل حاجة عنها. تمام فده برضك بالنسبة للبروبس. طيب. آآ فالسيسكو ايس. ايه هي السيسكو ايس فالسيسكو ايس هو آآ يعني بيعتبر آآ مش بس آآ بوليسي بيزد اكسس كونترول لا هو فيه اكتر من فيتشر تمام تحت السيسكو ايس. فالسيسكو ايس يقدر اللي هو يجمع آآ اللي هي التريبل ايه تمام آآ وي آآ البروفايلر والبروفايلر دي زي ما قلنا اللي هو بيبتدي اللي هو يصنى في الاجهزة بتاعته ويقوم مثلا على عندي الجهاز ده آآ لما السنسور تشتغل او تشتغل تبتدي مسلا تجيب لي الماك ادس وتجيب لي شوية معلومات عنه وبناء على المعلومات دي انا ببتدي يكون عندي آآ فيها كل الاجهزة ببتدي اللي انا صنف بناء على المعلومات دي تمام آآ البوتشار والبوتشار دي زي ما قلنا اللي هو بكل بساطة آآ عن طيق ايجنت انا بحطه على الاجهزة تمام آآ بيبتدي اللي هو يطبق حاجة اسمها البوتشار اسسمنت وي ريميدياشن والجست مانيجمنت آآ سنترالايز بوليسي مانيجمنت سنترالايز منوتور يوزر ترايكينج آآ الاودت اللي بيحصل آآ ريبورتنج وتكاكس والبي اكس جريت كل ده هو بيقدر يعمله فهو بس مش ناك سلوشن او 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 بوليسي انفورسمنت لأ هو آآ وانت سلوشن يقدر يعمل كل الفونكشن دي آآ فلو دخلنا مسلا على بعض الفونكشن او بيعملها اول حاجة وهي السيكيو اكسز وزي ما قلنا السيسكو ايس يقدر اللي هو يعمل نتوك اكسز كنترول آآ فسيكيو الاكسز على بتاعتك او السيكيو الاكسز على النتوك بتاعتك من خلال اكتر من سواء زي الثمنمية واثنين دوت وان اكس الماب او الويب بيزد آآ آآ كل ده يقدر اللي هو يستخدمه وزي ما قلنا بادك اللي احنا عندنا آآ تلات طرق من الاثنتيكيشن مثل هو ده الايس بي يصبرتهم اول واحدة وهي الثمنمية واثنين اوان اكس اثنتيكيشن ودي آآ للاجهزة اللي اصلا بتقبل او او هي بتصبوت الثمنمية واثنين اثنتيكيشن سواء الاجهزة دي جاي لك وايرد او جاي لك وايرلس تمام يعني انا هاجي مسلا على طيب هي بتفهم نيجي لاللي هي الماك او الماب بنسميها اللي هي الماك وهنا ده بيبقى للاجهزة اللي مش بتفهم تنمية واتنين وان اكس زي الاي بي كام والبرينتر والسكانر وحاجات تانية طيب ممكن بولك نفعل حاجة اسمها الويب اثنتيكيشن فانت لو جايلي مثلا عن طريق البرت ده سواء جايلي آآ وايرد او جايلي ويرلس انا هفعل الويب اثنتيكيشن فهفعل لك كده تبدأ اللي انت تحط الفيربريشن بتاعتك عليه تمام فده السيكيو اكس الرسمة دي بتوضح الكلام ده والله سواء انت جايلي او سواء جايلي او سواء جايلي او سواء جايلي ويرلس او سواء انت عندك سواء انت نيتف سابلكنت او جاي سيسكوني كونيكونكت والنيتف سابلكنت ده اللي هو معلوش الاجنت بتاع الايس تمام ده جاي نيت ده بتسميه نيتف سابلكنت او سيسكو اني كونكت فانت كده بيبقى عليك الاجنت فطبعا اكيد اكيد الكاميرا دي بتبقى نيتف سابلكنت مش عليها ايجنت التلفون برضك مش عليها ايجنت تمام فده بنسميه نيتف سابلكنت طيب سواء انت جايلي باي شكل من الاشكال دي هبتدي اللي انا اوقفك هبتدي اللي انا اشوف اتحقق من الاكسس بتاعك انت موجود عندي ولا لأ سواء بقى انا ساحبك من اللي داب او سواء ساحبك من او انت جايلي بسيرتيفكت هبتدي اللي انا اشوفك وابتدي اللي انا اطبق عملية وبعد عملية ممكن اللي انا اطديك على ايه بالظبط واسمة دي برضك بتوضح عملية الاكسس فسواء انت برضك جايلي موبايل او جايلي تلفون او جايلي ويرد او وايفاي جايلي بت Creator카 جايلي واب آآ جايلي جايلي باي شكل سواء التم أو سواء او س Truman ينا محتاج اللي انا اللي انا ابتدي اوقفك ابتدي اللي انا اتحقق من انت جايلي ايه جايلي باسف ولا جايلي اكتف لو جاييلي باسف فانت جايلي م Or لا إنت. طب لو انت جايلي اكتف فانت جايلي 800.2.1 اكس ولا جايلي طب لو انت جايلي جايلي وجايلي كل الحاجات دي ان شاء الله هناخد ده بالتفصيل طب خلاص انا اتحققت منك ده انت جايلي مثلا ماك والماك ده انا كنت احطه عندي كايز في الداتا بيس بتاعتي تمام خلاص اشوف بقى عملية انا طبعها عليه هل هبتدي اللي انا اعمل لك او اكسيز لست عشان اديك باكسيز جديدة او هحطك في فيلان معينة تمام او هعمل لك دي بنستخدمها في حالة ولا هعمل لك بورت كونفجريشن بورت كونفجريشن وليكم مسلا هحط لك انترفيز تمبلت وانترفيز تمبلت دي تكون فيها مسلا مكتوب سويتش بورت مود اكسيز سويتش بورت اكسيز فيلاند خمسين مسلا يبقى انا كده اعطيتك فيلاند خمسين تمام فكل ده بنسميه النيتورك اكسيز ودي فانكشن واحدة من الكزا الفانكشن اللي بيعملها صورتي بس سيسك وايسég باردك فانكشن التانية هو الهيواء وهنا لو انا اتخير لو انا عندك كده اكثر من تيم Look Combine ander Help Distweise and Secure Admin and Team synes الناس دي بتخش علي السويتشات والروترات بتاعتي والفايروول بتاعتي تمام فانا الهHolaدblue desk طبعا مش هياخده نفس Brioche الي بياخدها τη Strategy перемmaniahan مش هياخده نفس Brioche الي بياخدها Will't be hold it Easy اه محاكس بروتوكول ده بيعملي فيبتدي يديني كنترول على مين يا يخش على اجهزة بتاعتي وهيعمل اي بالظبط اللي مربوط بالنتروك بتاعتي. ويمكن مش كده بس لا ده بيديني كنترول على هو هيكتب كومند ايه? يعني مثلا الهلو ديسك لا انا هكليه كتب اوامر شوره بس. طيب النتروك ادمن هخليه مسلا يكون فيجر الانترفيرس. طيب هخلليه كنفجر الحاجات اللي هي بتاعة الزي كماند ايه? زي مسلا زي مثلا الحاجات اللي هي خاصة بالسيكورتي بس. تمام فهحدد من خلال التكاكس او هل انت تاخد فول اكسس ولا لا. طب انت ممكن تاخد فول بس الاي بس لا او ممكن تاخد او ممكن تاخد بس او ممكن تاخد او هتاخد فول اكسس للجي اي والس الاي وهكذا فده كله من خلال فانكشن زي اللي بيقدمها السيسكو ايس. فانكشن تانية وهي الجيست انت سيكيور ويرليس سيسكو ايس بيقدر اللي هو بروفايد سيكيور نتورك اا 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 ويرليس سواء للفيزوتور لناس مسلا جاي ازيارة عندك او الناس مسلا اللي جاي عقود شهرية مسلا او الشهور السنوية او الناس الكونسالتينج او الكاستومر تمام فيقدر اللي هو بيوفر لهم ويب بيزد كده او موبايل بورتال جيست ويبتدي اللي هو يعمل عملية او دي على حسب الطائف احنا عندنا مسلا هوتو سبوت او اا السلف او السبونسور جيست ودول هنتكلم عنهم ان شاء الله بالتفصيل فدي اللي هي الجيست بورتال اللي بتظهر لك وبالتالي هو عن طريق الجيست بورتال دي بيبتدي اللي هو مسلا اا اا كونفرجشن معينة ويبتدي اللي هو يعمل لها ايزوليشن مسلا في فيلال مختلفة وهكذا بيوفر لك حاجة اسمها دي فانكشن من الفانكشن اللي بيوفرها اسمها الجيست انت سيكيور ويريس بوردك بيوفر لك حاجة اسمها الاسد بيديك فيزابلتي وكنترول على كل النتوك بتاعتك انت مين جاي تعمل ايه جاي الساعة كام جايلي منين سواء جايلي في بيين او ويريس او جايلي ويرد سيسكو ايس بيستخدم حاجتين في الموضوع ده بيستخدم حاجة اسمها البروبز او الدفايس سينسو زي ما قلنا عشان يلسل للطريقة اللي الدفايس بيكونكت بيها على الجهاز بتاعك وبيستخدم حاجة اسمها البروفيل داتا بيز عشان يصنف الجهاز بتاعك تمام فالتنين دول هما اللي بيدوك الاسد فيزابلتي فعن طريق مسلا البروبز والماك ادس ده بدأ اللي هو يصنف الاند بوين بتاعك اللي هو ده سيسكو اي بي كام هل انت ادخلت لا هو صنفها لوحده طب ده قبل ماك هل انت ادخلت لا هو صنفه لوحده لو قبل ماك طب ده مايكو سوفت وورك ستيشن هل انت صنفته لا هو السيسكو ايس هو اللي ابتدى يصنفه وده له التصنيف ده بناءا على اللي هو اشتغل بحاجة اسمها البروبز او السينسو فبالتالي عن طريق البروبز او السينسو والبروفيل بيديك اسد فيزابلتي لكل النتورك بتاعتك بردك حاجة زي البرينجي او اندفايس وهنا احنا بنبتدي نساعد الموظفين او الامبليوين اللي عندك او الجسد اللي هما يعملوا او او اوتو بروفيشن الاجهزة بتاعتهم بنغير تدخل بينا خالص ودي بردك هنتكلم عليها طيب سيسكو ايس بردك حتة البوسشة والكمبالاينس ودي سيسكو ايس زي ما قلنا بيقلاو اللي انت تتشك الجهاز اللي جاي يخش عندك في النتورك تمام تأكد من البوسشة بتاع او تأكد من المعلومات بتاعته قبل ما تديله اكسز على النتورك بتاعتك قال له هتديله اي اكسز تمام وده عن طريق ايجنت بيبقى متسطب على الجهاز بتاع اليوزر تمام فلو خلينا كده نشوف اللي بيحصل فدي البوسشة في له تمام اول حاجة في عملية الاثنتيكيشن بنطبق البوسشة هل انت نون كومبراينت ولا انت ايه بالزبطة لو انت انا لسه متحققتش منك ببتدي اللي انا عمل لك القارنطين والقارنطين دي هنا ببتدي لنا اديك ليمت اكسز طب الليمت اكسز ده بتدولك ازاي عن طيب مسلا انا هقصي انك في فيلان معينة فيلان دي مش هتشوف اي حد خالص 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 غير ما انت اتطبق بتاعتي اول لان هتطبق عليك دولدو بالاكسز لست دولدو بالاكسز لست دي تمنعك اللي انت تشوف اي حاجة او هحطك في سيكورتي جاب سيكورتي آآ 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 جروب تاجز مسلا تمام طيب وبعد ما عملتلك قارنطين ابتدي اللي انا اطبق عليك البوتشور اسسمنت وده اسسمنت انا بحطه بحطه دي requirement بتاعتي عشان تخش عن نيتوك بتاعتي زي مسلا بتاعك يكون اه 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 اللي انت مسلا يكون مسطب عندك اه 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 انتي فيروس اللي انت يكون عندك الفيروول مزبوط اللي انت يكون مطبق ديسك انكريبشن اليو اس بي مسلا ديفايس مقفولة وهكذا طب لو ده ما نجحشي تمام ده ما نجحشي فيه حاجة انت مش مطبقها ابتدي اللي انا اعمل لك رميدييشن ده ما بتدي انا عمل لك معالقا معالجا معالجك عن طريق ايه لازم تطبق الحاجات دي فبكون انا عامل لك بريي كونفيجرد كدة بوليسيز اللي تخليك تطبق الحاجات دي واليأهم مسلا واللهي انا هبتدي عن طريق كتبRe معالجي اللي انا ابوش لك بتاعتك هبتدي علي انا اديك اللي Education بيدفايس عن طريق مثلا سكريبت او هكذا تمام خلصت وانت بقيت تمام بقيت بقيت البوتشار بتاعك مزبوط وطبقت الرجلاشن ببتدي اللي انا اعمل لك بعد ما كنت انا اعمل لك كورانتين اعمل لك بقى عن طريق اللي انا احطك في فيلان جديدة الفيلان بتاعتك المزبوطة بتاعتك او اعمل لك اكسز لست معينة فدي بنسميها جماعة البوتشار والبوتشار دي هي حاجة مهمة جدا عندنا في نيجي بعادية وهي ودي باختصار اللي هو لو عمل اللي انت عندك او عمل اللي انت عندك بيبتدي اللي هو يغير يغير النتواتس كنترول بتاعتك وليكن مسلا انت كنت مسلا في فيلان عشرين وفيلان عشرين دي مسلا شايفة كل حاجة لا هبتدي اللي انا اغير وحطك في فيلان تانية معزولة ولما يحصل للاندو بوينت ده اتجعك في المكان بتاعك تاني وده طبعا عن طريق اللي هي السكيورتي ايكو سيستم بتاعتنا سواء بقى او اي بي اس اي دي اس او او اي حاجة من دي بابتدي اللي انا اغير بتاعتك وعليها تاني واجهها تاني باصلها لما يحصل اده نفس الناحن الموضوع اللي احنا قلناه بس بسؤال تاني احنا ليه لو جراز ممكن تشتري ال السيسكو ايس والله لان ده بيعمل دفاس ادميستراشن بيعمل ان سكيور لليتوك اكسس بيعمل ان سكيور الجست اكسس بيعمل الاسدفزيابليتي بيعمل بوتشور بيعمل كونتكستاتشينج اللي هي اللي هو بيبتدي يتصل بالايكو سيستم اللي حواليه ويبتدي يجمع منها معلومات بيبتدي اللي هو يامل وسيجمينتيشن وسيجمينتيشن دي اللي هو والله بيحطك في فيلان اااااااا او بيعمل لك سوري وسكورتيяютقAGING وهكذا طيب بردك بيربط مع السيسكو ااااا او ال الديناك وطبعا دا ها حاجة الوحدة خالص او بنيجي او كنت من اللي احنا قلنا عليه. اه طيب خليني برضك كده اه اه لو انت عايز تستديد في حاجة زي كده انا سريب لك هنا اه 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 نزلت لك كده فولدر جديد زي ما قلنا اللي احنا كل شوية ممكن فولدر يزيد حاجة اسمها الارتكال والارتكال دي هتلاقي فيها حاجة اسمها السيسكو ايس يوس كيسز ممكن كده اللي انت تقرأ فيها دي بتاعة الايس تمام هنا طبعا بالتفصيل او فممكن تتعملها داولود لو كتبت سيسكو ايس يوس كيس هتلاقي البي دي اف بتده معمولها داولود يعني فممكن تقرأ وتستديد فيها زي ما انت عايز فده كان كده باختصار فيديو النهاردة اه يعني لا تنسوا اه والدتي من الدعاء من صالح دعاكم وان شاء الله شوفكم فيديو جديد والسلام عليكم وعط الله وبركاته